تنسيء الازهر وكليات القمة وكليات القاعة. هو ده موضوع حلقتنا النهار ده. السادة المشاهدين اهلا بكم. كنا اتكلمنا قبل كده في موضوع الازهر. التنسيط طلع من تلاتة ربعة ايام. النتيجة خمسين وربع او واحد وخمسين وربع حنعرضها لكم على الشاشة. اه المتوسط يعني ما بين علمي وادبي. يعني من نص الطلبة اه رسبوا. وكان السنة اللي فاتت كل حاجة واربعين سواء واربعين تسعة واربعين. ارجعوا تنسيئات عشرين وتسعتاشر بس انا النهار ده بتكلم عن تنسيء واحد وعشرين. وطبعا كان فيه سنة اه سنة خمستاشر كده كان فيه دروب كبير جدا كان نتيجة تمانية وعشرين في المائن. وبعدين حاجة تلاتين حاجة واربعين. دي السنة دي خمسين وربع. نسبة النجاح في السنوية الازهرية. مش هو ده موضوعنا الاكيد انا ببتكلم على التنسيء. التنسيء نازل موجود اه على مواقع كتير جدا بصورة تعمل سيرش وتدخل عليه. انا حقرار لكم بعض النتائج. طبعا اه عشان بس ده بصورة واضحة. اه ايه الفرق من ازهر والسنو العام? الازهر مفهوش فلتر. مفهوش فرز. في سنة اه تلتة عدادي. يعني بالنسبة للتعليم العام بيبقى الطلبة مسلا في حدود المليون نص. بيجي الاعدادية تنفصل الناس نصين. قسمى الناس نصين. طبعا فيه ناس بتتصرف النص وبتقع وتسقط عليها زي كده. انما بعد الناس ما نجحت بتقسموا نصين او النص الاكتر شوية يعني نصه شوية بيروحوا للتعليم الفني. التجاري والزراعي والصناعي. ودلوقتي الدولة عملت لهم حاجات خمس سنين. اه مدارس فنية يعني متقدمة شوية خمس سنين. مش عارف الضبعة مش عارف حاجات يعني حاجات كتير جدا بدأ يتوسعوا فيها عشان يشجعوا الناس على التعليم الفني. واصبح اه حاجة واربعين في المية او يعني قريب من النص بيروحوا السنة والعام اللي هو بيأهلهم لكليات. يبقى تاني. السنة والعام في فرز في مرحلة الاعدادية بيخرج منه اكتر من نص الطلبة. بيروحوا للتعليم الفني. سواء الثلاث سنوات او الخمس سنوات او الفندقي. في فندقي برضو خمس سنوات وفي فندقي ثلاث سنوات. الناس بتحس ان هي اه موضوع التعليم هي مش ملهاش فيه قوي. فبتختصر الطريق وبتروح للتعليم الفني او التعليم الفندقي واشتغله في السياحة وغيره من امور ويبعد عن موضوع ان هو عايز يخش الجامعات. اللي عايز يتأهل الجامعات بيتطر يدخل للسنوي العام. اللي هما زي ما قلنا اقل من الخمسين في المية. السنوات الازهرية ما عنديهاش الكلام ده. فارز تالت عداية دي مش موجود. اذا مية في المية من الطلبة بمستواتهم المختلفة. يعني طبعا التنسيف اه في الاعدادية اه كان في سنة من سنة مئتين واربعين للسنة اللي فاتت لما كانت اه اه المجميع كبيرة لان كان قرورة وحاجات زي كده. وعلي رجع التاني بمئتين وعشرين مئتين وطمانتاشر كل محافظة بتحدد اه درجة لدخول السنة العام. وبتلاقي مسلا فيه ستين درجة او خمسين درجة لنص درجة مئة واربعين في الاعدادية في التعليم العام. من مئة واربعين بقى لمتين وعشرين او لمتين واربعين السنة اللي فاتت دول كلهم مش مؤهلين ان هما يدخلوا السنة والعام. وبتوجهوا للسنة الفني زي ما شرحنا. يبا اذا نص الطلبة او اكتر من نص الطلبة اه بيتفرزوا في التعليم العام الكلام ده مش موجود في الازهر كله بيدخل على السنة والازهري اللي اهلوا للكليات. دي نقطة. النقطة التانية فيه فارز تاني. فارز تاني اللي هو السنوية العامة نفسها. السنوية العامة نفسها اه نسبة كبيرة جدا من الطلبة مش بتكون مؤهلة لدخول الجامعات. لان الجامعات بتبقى ما جامحها كبيرة. ويبقوا عنده فرصة تانية ان هو يخش حاجة اسمها معاهد متوسطة سنتين. معت فني صحي مش عارف معت فني بصريات معت فني صناعي. اه يعني انواع من المعاهد اللي هي سنتين. بالاضافة للمعاهد الاربع سنين زي الخدمة الاجتماعية وغيرها. اللي هي اقل من الكليات. وده دلوقتي يفتح ايه التعليم الخاص برضو معاهد كترة جدا. اه بتاخد طلاب السنوية العامة اه بفلوس لانهم ما جامحهم قليلة. وبيحاولوا نلتحقوا بهزيه ايه المعاهد. اه طلاب الازهر ما عندهمش الفرز التاني. يعني السنوي العام عنده فرز اول وفرز تاني. فرز اول تلتة عدادي بيطلع اكتر بنص الدفعة. وعنده فرز تاني سنوية عامة بيطلع الناس اللي هي برضو مش مؤهلة تخش جامعات او حتى معاهد اربع سنوات. وبيخشوا معاهد سنتين ومعاهد برضو ايه اه اقل من الكليات. الكلام ده مش موجود في الازهر. كله بيخش جامعات او ما يسمى يعني دراسات الاسلامية ازا سميت معهد او جامعة او كلية الدراسات الاسلامية. فاحنا بنتكلم انه كله مفيش فرز في تاتة عدادي. وكله بعد كده بيخش ايه جامعات. طبعا عندهم الطب السنة دي ستة وتسعين وشتة من عشر حاجة زي كده. اللي هي كليات القمة زي ما بتقول النتائج. وفيه كليات القرار. ايه كليات القرار? هنبصوا على تنسيق واحد وعشرين وتقريبا تنسيق عشرين ما اختلفش. الناس اللي جابت خمسين في المائة. مش الناس اللي جابت خمسين في المائة وبس. ده ممكن الشاب ده اه يعني نمشق عليهم طبعا لانهم عندهم اول حاجة ما عندهم مش علم علوم وعلم رياضة. بيدرس كل المؤدف ثالثة ثانوية. وعندهم دراسات اسلامية بيدرس بقى شريعة وتوحيد وحاجات ايه صعبة ومطلوب انه حفز القرآن يعني محمد بعباء ازيب من بتاع التعليم الايه العام وفي نهاية وفي فروف فردية. في طالب مش مؤحل للمذاكرة كتير وما شابه زال. فممكن يسقط خمستاشر سنة خمستاشر اه تمانية وعشرين في المائة اللي واتنين وسبعين في المائة سقطه. وبعد كده بقى حاجة واربعين وحاجة وخمسين سقطه. حاجة واربين وحاجة وخمسين سقطه. السنة دي خمسين ورابع يعني النص سقط. فاللي سقط في التمنتاشر وتسعتاشر وعشرين. ونجح على الحروك ركفي واحد وعشرين. ايه اللي يرقفه من كلات الازهر? اللي هو اصلا مش مؤهل ما عندهوش زكاء تحصيلي. مش مؤهل ان يعني يزاكر ويحفظ حاجات كتير. ربما يكون مؤهلاته مؤهلات اخرى. يروح فين? هنبص كده على بعض نتائج الازهر السنة دي ونشوف. اهو. انا هنجيب بقى من تحت طبعا فوق طب وهندسة والحاجات دي. انما قال لكليات اللي هي خمسين في المائة اللي هما كتير جدا على فكرة. مش حاجات قليلة. اهو. بيقول لك يا سيدي اللغة العربية بالمنصورة دي وغدة اه خمسين وستة من عشرة في المائة. خمسين في المائة اه اه خدمة اجتماعية القاهرة. وغدة خمسين واتنين من عشرة او ستة من عشرة. لغة عربية تخصص عام. برضو مش عارف كل ده خمسينات بقى. هنقول ده كل خمسينات. دراسات اسلامية اسوار. شعبة اصول الدين. شريعة وقانون ده ونهور. شعبة الشريعة والقانون. اللغة العربية مش مين لكوم. تخصص عام. شريعة وقانون القاهرة. السنة ده تنسيق السنة دي. قسم الشريعة الاسلامية. الشريعة والقانون ده ونهور. شعبة الشريعة الاسلامية. التربية والقانون اه مش عارف اده اهلية. شعبة الشريعة الاسلامية. اه اصول دين والدعوة الزأزيل. خمسين في كل ده خمسين في المائة خمسين وترتة من عشرة. خمسين واتنين من عشرة. وحنجيب لكم الخمسين دلوقتي. طيب. بيجي يقول لك ايه مسلا تاني. النتيجة انا حدته لكم واحد وخمسين وربع النتيجة. اه دراسات اسلامية وعربية. الخانكة. العلا حاجة بقى. اللي هي خمسين في المائة بالزبط. دراسات اسلامية الخانكة. دراسات اسلامية وعربية. اه الخانكة بالاليوبية. بمدينة السادات. برضو دراسات اسلامية وعربية كل ده خمسين في المائة بالزبط. اسلامية وعربية بمدينة السادات بالمنوفية. كلية البنات باسوان. البنات اللي هي باسوان ده كلها هي حاجات خاصة بالبنات يعني. اه كل ده خمسين في المائة بالتمام والكمال. برضو خمسين في المية بالزبط. آآ دراسات اسلامية برخانكة برضو بس بانين. دراسات اسلامية وعربية بورسعيد. آآ البنات بيشعب بالميناء الجديدة وهكذا. دراسات اسلامية ووصول دين وشعب القانون بتياخد بخمسين في المية. واي حد في التعليم عارف ان خمسين في المية ده مرفوع. يعني كان صابت. لان مستحيل واحد يجيب النص في كل مواد. بالزبط 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 هو اصلا ان الطالب اللي بيجيب خمسين في المية بنسبة خمسة وتسعين في المية ما كانش خمسين في المية مترفع. لان ما فيش واحد يجيب نص الدرجة بالزبط. آآ ساعات القرار يعني الاداري بدأة على اعتبارات معينة والنسب النجاح وما شابه هذلك بيقول لك ارفع اربع درجات ارفع خمس درجات ارفع ست درجات في كل مادة. بعد ما يترفع في كل مادة خمس ست درجات عشان يوصل للنص عشان ينجح بيجو في العين بقى كمان. طب ده واحد سقط على مادة واحدة. بس مدى ما الرفع عشر درجات ده عنده خمستاشر درجة. طب ارفعه عشان مادة واحدة. يعني مرفوع في المواد ومرفوع له مادة او مادتين في الاواخر. ده كل يعني بالنسبة كبيرة جدا. يعني فيش حد بيجيب خمسين في المية على الحركب. اي حد في التصحيح وفي التعليم عارف ان خمسين في المية دي معناها انه مرفوع في المواد. عشان يوصل للخمسين في المية ومرفوع له مادة او اتنين عشان آآ ينجح وما يسقطش او ما يعيدش السنة على مادة او مادتين او ما يخشش الدور التاني. دي غير طبعا ممكن يكون يدخل الدور تاني. وفي ناس باو دخلت الدور تاني ونجحت في الدور التاني. والدور التاني بيكون في تساهل اكتر في التصحيح. والتساهل اكتر في الامتحانات. يعني ده ما يمنعش ان الناس دي ممكن يكون نسبة كبيرة بينهم دخلت الدور التاني ما نجحتش من الدور الاول. وبرضو الدور التاني بيدخلت رفع في المادة او المادتين اللي هو كان بعيد فيهم الدور التاني يعني ناس مرفوع او ناس كزا يلاقي ايه طب هندسة صيدلة اسنان معرفش السن او يعني لغاية اللي عندهم او 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 لا 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 كل اللي حيلاقيه كليات القاع ايه هي كليات القاع وصل دين دراسات اسلامية وعربية الدعوة كل دي ايه دي كليات القاع اللي هو طالب ساقط مرة واثنين وثلاثة واربعة ودخل دور تاني ونجعل حلوك ركو مرفوع يطلع شيخ ليه تظلموه وتظلمونا انا بكلم قيادة الازهر واتكلم قيادة التعليم بشكل عام ليه تظلموه وليه تظلمونا ليه ما تبقى شكوليات الازهر مفتوحة على التعليم العام وطبعا تلغو ما يسمى السنوية الازهارية دي ويبقى كله تعليم حكومي وتطلب تسعين في الماء براحتك لانك انت بدل ما حتكون شغال على مية الف طالب بتوعك او مية وعشين الف طالب اللي هما في السنوية العامة هتبقى شغال على التمنونية الف طالب او التسعونية الف طالب كلهم وحتقدر تقول ان انا عايز اصول دي بدل ما الطالب يلاقي له وتقول تسعين في المية بقى تقول خمسة وتمانين تقول تمانين في نقطة مهمة جدا برضو نتيجة النجاح واحد وخمسين وربعة نتيجة السنة والعام والناس عارفة من تحنات السنة والعام كانت نظامها ايه السنة دي اللي هو النظام اللي هي كانت نحنات صعبة جدا 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 نسبة النجاح في التعليم العام ستة وسبعين في المية ليه مش شطرة منهم كان في فرز في فرز نص الطلبة راحوا تعليم فني من تلات سنين في المرحلة الاعدادية ده ما عندوش فرز يعني طب هيعمل ايه طلاب يا جماعة الناس فروق فردية اي حد في علم النفس عارف الناس فروق فردية ممكن يكون طالب ملوش في المذاكرة وملوش في التحصيل ويكون شاطر في حاجة تانية ممكن يكون ميكانيكي شاطر احسن ميطلع دكتور فاشل ممكن يكون نجار شاطر احسن ميطلع آآ صيدالي فاشل ممكن يكون نقاش آآ فنان آآ ديت لف حاجة زي ما بيقوله احسن ما يكون دكتور اسنان فاشل يعني ليه تظلموا الناس واحد خلاص ما عندوش خدرات ممكن يكون تاجر شاطر زي نحمود العرض شاطر في البيع والتجارة وشاطر في المقاوية ودماغه شغالة وبيحب الموضوع ده انها ملوش في المذاكرة طب حتى تظلموا ليه تظلموا ليه ولما يتظلم بقى يظلموا يعني انت بتظلموا وبتظلمنا كمجتمع ليه ده اللي بيطلع المنبر ده اللي بيطلع المنبر يبقى واعز ديني ليه تعملوا فينا وفيكم وفيهم كده ليه انا عايز مبرر ده لمصلحة ليه اللي هو حادث بقى شريعة واللي هو ما ظهول يبقى فقير واللي هو يبقى مجدد ويطلع بقى له صوته يقول لك ما حدش يتكلم في الدين غيرنا ما هلازم يقول كده ما خمسين في المية ما هلازم يطلع يقول لنا كده لازم يطلع يقول لك ما حدش يتكلم في الدين غيري ما عارف انه خمسين في المية عارف انه خمسين في المية لو حد يتكلم في الدين غيره مش هيعرف يقف اصاده مش هيعرف يقف اصاده ناس يتكلم ناس بتبحث ناس درسة ناس عندها يعني اكسر قدرة على التحصيل اقسر قدرة على الربط اقسر قدرة على التركيب. وهذه فيه الموضوع التحصيل ده يعني جزء منه حفظ انت جزء منه العرادة من المعلومات. انت بتقول عايز نطلع فقيه. ثم طلع فقيه. كان نسقيتلي في خمستاشر وستاشر وسبعتاشر وتمنتاشر وتسعتاشر وعشرين. ونجح فتو عشرين دور تاني. ورفعتوه. ده عايزو يجدد. ده عايزو يبقى فقيه مجدد. ده ربما لو كان تاجر في العتبة كان يبقى زي ما حمود العرب. او يبقى تاجر شاطر. او يبقى نجار شاطر او حدد شاطر او ايا كد. او يخش السياحة والفنادي ويبقى آآ بارع في السياحة والفندقة واعمال الفندقة وما شابها زيلي. ممكن يكون شيف ناجح انا شايفين الشيفات اهو. واحد بيحب الطبخ. بيطلعه شيخ يعني. وبيطلع الشيفات بيعمله بسم الله ما شاء الله يعني ايه اه ارقام فلاكية وبقى نجوم مجتمع نجوم اعلانات. ليه بيحب الطبخ ويعني بيفنن واخد طبخ شاطر. شيف. يعني احسب كتير جدا ما يكون وعز. وحيبقى عاص فاشل. ومش حيبقى فاشل بس وحيبقى فاشل ده معاه. وحيضمر مجتمع معاه. انتوا بطلعوا عاص مسكين اهم جهاز اعلامي في مصر. مية وربين الف مسجد بيقولوا ده بعد ما قفلوا الزوايا والحاجات اللي هي كانت مستع عليها الطائرات المتطرفة. مية وربين الف مسجد. وخطبة موحدة. او يعني بيقولوا لهم العناصر والموضوع الرئيسي وكلام من ده. يعني اخطر جهاز اعلامي. اي تلفزيون بيسمعوا اه عشرين الف تلاتين الف. يا سيدي مليون. الجهاز الوحيد الاعلامي الوحيد اللي بيسمعه المية مليون. ايبا بقول المية مليون. لان الموكروفونات شغالة. والست اللي بتنظف في الفيديو والجمعة سمع الخطبة. والمسيح اللي قاعد في بلكونة بيقرى الجوران بقى سمع الخطبة. خطبة الجمعة. كله بيسمع خطبة ايه? الجمعة. اللي حتى ما بيصليش. طول الأسبوع بيصلي الجمعة وبيحضر خطبة الجمعة. دي حاجة اه لها قداية سدينية. وحتى قداية اجتماعية. الناس بيتقابل بعضهم الجمعة في القرى والنجوع. بيبقى الناس اللي هو اه شغال في القاهرة بيرجع القرية في الخميس والجمعة. اللي مش عارف في الدراسة بيرجع خميس والجمعة. اللي في الجيش بلجع خميس وجمعة الناس مسافرة برة كله بيتقابل في الخميس وجمعة. يعني الجمعة ده تقس اجتماعي اكثر منه تقس ديني. يعني الناس مش شايفة بعض ديها تقولوا اسبوع او حتى في الاجهزات اللي هي في نهاية السنة الناس اللي جاي من اعاراته كله بيقابلوا الناس فين ويشوفهم فين في صلاة الجمعة. فهو تقس اجتماعي اكثر منه تقس ايه ديني. فكل الناس بتسمع خطبة الجمعة. اخطر جهاز اعلامي في مصر. فاخطر جهاز اعلامي في مصر. يكون الناس اللي مسكينه اه انت ظلمتهم من حطتهم في هذا المكان. تاني يوجه كلامي للدولة المصرية. لو عايزين نجدد الدين وانطلع شيوخ اه مؤهلين حبين الموضوع واحد جايب تسعين في المية وكان تجيله او تجيله اتجارة خارجية او حتى طبعا تجيله هندسة السنة دي اه الهندسة نازل لتمانين في المية في التعليم الحكومي. في التعليم العام. او نزل تحت التمانين كمان تسعة وسبعين. والعمارة هندسة قسم العمارة خدت سبعين في المية السنة دي في التعليم العام. فتاخد واحد واخد تمانين كانت جايله هندسة بس هو اختار يخش الاصول دي. جايله هندسة او طب بس هو اختار يخش دراسات اسلامية. ما انت حتقدر تفرد المجموع بتاعك. ومش لازم عدد كبير. ليه عدد كبير? ما مرة كنت مع احد شخص اصهر قال احنا عندنا اتناشة مليون اخر دي. ما ممكن صح على بدار السنين التلاتين سنة بحيث سنة الفادو عندهم اتناشة مليون اخر دي. طب وعدين فين هم اتناشة مليون اخر دي. وبعدين بيننا وبين كل ارقام. انا عايز لجنة بحسية تدخل احد الجامعات اللي هم الناس اللي جابين خمسين في المية. عايز تقنعني. اللي هو كان ساعت في ستاشر وسبعتاشر وتوانتاشر وتساعتاشر ونجح يشين دور تاني ده. حافظ الكتب اللي انتو اي اللي انهاله او عنده ادنى معلومات عنها. ده مش عارف اظن فيه تصريح اللي هو الرجل اللي هو مسج التعليم الازهاري بيفتخر ان فيه مش عارف كم محافظة قالهم كده مش فيهم غش. طبعا الغش موجود في يعني شكلة ابو اخر بس استطيع ان اجزم يعني ان معدلات الغش في السنة والازهاري اكتر من السنة العامة كتير. يعني مشاكلة عامة. يعني خلي بالكو كمان فيه من الناس اللي نجحة دي غشاشين كتير كتير. يعني كانوا موقع يجوه تلاتين في المية يعني خمسين في المية دور مش بالمجهودهم. اللي هو بعد اللي ايه? فلجنة. لجنة كده اه تكون مشتركة من ده كانت ترجمع في الازهر في الجامعات الحكومية ويعملوا امتحان بسيط في المعلومات العامة او المعلومات اللي درسوها في السنوية الازهارية. سواء مناهج الدين او مناهج العلمية او الادبية اللي هم درسوها سواء كان طلاب علمي او ادب. وشوفوا المستوات ايه? وسألوهم في حفظ القرارة. وسألوهم في الفقرة. شوفوا معلوماتهم ايه? شوفوا الاي كيو بتاعهم ايه? اي كيو التحصيلي ايه? يعني ده اقل حاجة. ليه يا جماعة? يا جماعة دي والله ما بتهم الناس بحاجة. واحد الاي كيو التحصيلي بتاعه متراجع على فكرة الزكاء مش زكاء التحصيلي بس. يعني فيه زكاء اجتماعي يكونوا اخطر من زكاة التحصيلي. يعني ممكن واحد يكون عنده زكاة التحصيلي كبير جدا. وآآ علاقاته اجتماعية فشلة ومشャه efficiently والعلاقات الاجتماعية لان الازكاء والاجتماعي متراجعة. والعكس ممكن واحد يبقى زكاة تحصيلي منخفض. فيه تلات من مستوات.​ فيه ذكاة من الزكاة. فلما واحد يكون زكاة والاجتماعي عالي ينجح في التجارة. ينجح في الحياة العامة. وانت حتى لو انتreichen اور او نجار او كذا في جزء علاقات عامة بتحتك بالمجتمع فلما يكون عندك زكاية اجتماعي تقدر اه مع الوقت تفرد يعني سطوتك عن الناس وتقنع الناس بيك وتسوق لنفسك وتمعلم كبير مع الوقت وانا كنت عاكت حكاية قديمة وحكاية تامي عشان زي ما قلنا الموضوع مؤهلات وفرق فردية انت مش بتظلمنا بس انت بتظلم الناس اللي انت ايه اه وصلتهم لهذه المرتبة نطلع المنبر ويكلم الناس وهو غير مؤهل آآ نفسيا ونفسه مش مؤهل نفسيا للموضوع ولا آآ علمي يعني ليه زي ما قلت لقوة القصة الشهيرة كنت بحكيها ان واحد ما بيعرفش يا قلت وطبعا في النظام الملوك آآ بيقفين نظام الفي اي بي واحد مثلا آآ يعني محصلاته في البنك تلات اربعة مليون فبيبقى لهم آآ شباق خاص ما بتعاملش مع الجمهور العادي اللي هما بتقول الف والخمس تلاف والعشر تلاف والمئة الف بيبقوا اللي هما بالملايين دول بيبقى لهم ايه وضع خاص وفي اي بي ومعين لهم موظف لان هم مش معقولة داخل طالع البنك يوميا ومعاملته كبيرة فايه البنك بيميزه ده عرفة في البنك العام العام بشكل كبير جدا فالراجل طالع مميز فليه موظف عارفه يوميا داخل طالع آآ مليون اتنص مليون شيكات رايحة وشيكات جاية وهي راجل من اول كبير وفي الاخر بيوح نطلع الخاتم او باصم بصباعه لان هو ايه ما بيعرفش حتى يكتب اسمه ما بيعرفش يمضي ما بيعرفش يقربه فمع العلاقة الودودة بينه وبين الموظف يا سود محمد يا حج مش عارف علي العلاقة توطرت من بيدهم فقال له يعني حج علي انت كل بسم الله مش الله يعني انت رجع في التجارة كل ده وانت ما تعرفش تقرب وتكتب اما لو كنت بتعرف تقرب وتكتب كان حصل لك ايه قال له كنت بعرف اعرف اعرف اكتب كان زماني لسه فراش في التربية التعليم ايه قصة الراجل الراجل التربية التعليم كانت عايزة اه ا عمال اوفيس بوي او عامل نظافة او ما شبه زالك فكان شرط واحد اللي هو ايه الاقراءة والكتابة واللي هو الايه اه اعرف ايه فطبعا اه ضرب شاهدة محمة امية ودخل للتربية التعليم وشوية اه الراجل ايه يكتب له ورقة المدير الادارة او الكيل الادارة او ما شبه زالك يروح يخل لحد يقرهاله ويهي ويوحيجه وهكذا تاني الموضوع على كده شوية لغاية ما فجأة مدير ادارة او كده او رب ايه مالين فجيت مالة لقا بمعرفش يكتب قال له ايه كرا شو من دي ترويبها راعة اشتغل في القرى المعمار شلطوب شرم شوية اتعلم بقى نجار مع النجارين المسلح اه ها ها عنده سجاء اجتماعي كويس شوية بقى مقاول وبدأ ياخد مقاولات كبيرة جدا ويجبر المقاولات بتاعته ويبقى معلم كبير والعنقاول كبير لغاية ما بقى هاي فده يعني مهلوش للتحصيل او معرفش يتعلم قراءة كتابة بس نجح حاجة تانية فيعني رجاء الناس اللي في دي هلو المسئولية لو عايزين يجدد في الدين صحيح نبدأ بالشيوخ دعوة الاسلامية والدعوة الاسلامية واصول الدين وهكذا ما ينفعش بقى واحد ساعة تراتة ربع مرات ودخل دور تاني ونجح وزكاء والتحصيل منخفض والبقى هو ده اللي يقول لك ما حدش اتكلم في الدين بس تموضوا حلقة النهاردة وشكرا جزيلا وروحوا رجعوا بتنسيق واحد وعشرين وتصريحات الازهر هذا العام اللي هي من عدة ايام شكرا جزيلا ونكمل كحلقات ناحقة